بحسابات المال وتوازنات القوى والدعم الدولي كان نصر اكتوبر مستحيلا لكن السر الذي حطم الموانع وفكك نظرية الامن الاسرائيلي وولد افكار المعركة العبقرية كان منتجا مصريا خالصا اسمه روح اكتوبر الذي اعاد الارض والكرامة وازاح الليل الثقيل كانت روح اكتوبر هي اكسير المعركة بدأت تجلياتها قبل النكسة رفض المصريون الهزيمة ورفضوا استقالة عبد الناصر ووقفوا خلف الجيش بما يملكون واستقبلوا مهجر مدن القناة الباسلة وتسابق البسطاء في التبرع بالمصاغي للمجهود الحربي هي الروح التي دفعت ام كلثوم وهي تخطوف سبعيناتها لتحيى 24 حفلة في ربوع مصر بدأت بدمانهور ثم حفلاتها في اوروبا لتجمع حصيلتها لصالح جنود مصر البواسل وهي التي منعت الجريمة في ربوع مصر وقت العبور المقدس فكانت مصر بلا جريمة واحدة وتسابق ابناء المحروسة في التبرع بالدماء ومساندة الجرحة وتأبين الشهداء اليكم ايها المواطنون البيان رقم سبعة الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ السادس من اكتوبر سنة 1973 روح اكتوبر هي التي منحت المصريين المعجزة بافكار عبقرية نبتت في عقول ابنائها البررة فتحطم الساتر الترابي امام مدافع المياه التي استلهمها اللواء باقي زكي يوسف من عمله في السد العالي فتها والمانع الترابي الصعب امام عقل مصري مؤمن بقضيته وارضه وهي التي منحت ابنها احمد ادريس اختراع شفرة نوبية عجز العدو عن فك تفاصيلها حتى نال هزيمته المستحقة وهي التي سدت عيون نابالم فكانت بردا وسلاما على البواسل المنتصرين روح اكتوبر لا تزال متوقدة في مصر تعمر سيناء وتخضر الصحراء وتقضي على امراض حصدت ارواح المصريين من قبل تبني المدن وتسابق الزمن نحو المستقبل ترجمة نانسي قنقر